أكد الرئيس عبد الفتاح أسيسي أن مصر كانت وستظل دائما سندا وعاونا للسودان خاصة خلال الظروف الدقيقة التي يمر بها آخذا في الاعتبار الروابط التاريخية بين الشعبين والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمعها البلدين وخلال استقباله نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار والوفد رفيع المستوى المرافق له أكد الرئيس أسيسي أن وقف الاقتتال وإطلاق النار بشكل نائم وشامل وبدء عملية الحوار السلمي بما يفضي إلى تحقيق إرادة الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية هي الأولويات التي ينبغي تكثيف الجهود من أجل تنفيذها مؤكدا قيام مصر ببدل أقصى الجهد لتحقيق تهدئة وحقن الدماء ودفع مصار الحل السلمي ودعم مصر الكامل للسودان وتماسك دولته ووحدة وسلامة أراضيه وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أسيسي استمع خلال اللقاء إلى عرض لتطورات الأوضاع في السودان فيما يتعلق بمسار الأزمة الراهنة حيث أوضح نائب رئيس مجلس السيادة مجريات الجهود الرامية لتسوية الأزمة على النحو الذي يحافظ على وحدة وتماسك الدولة فضلا عن سبل التعاون والتنسيق لإيصال المساعدات الإنسانية وتقديم الإغاثة وأشاد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني بالمساندة المصرية الصادقة والحفيثة للحفاظ على السلامة واستقرار السودان كما أشاد باستقبال أبناء السودان في وطنهم الثاني مصر معربا عن تقدير بلاده للدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة الإفريقية بأسرها موسيقى